السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نرى موقع من موقع الزكاة الصناعي اللي ممكن يحول لك التو دي لسري دي موشن او يحول لك التو دي لسري دي ويعملوك في فيديو او يحول لك التو دي لسري دي اميج. فيه شوية امكانات قوية جدا نقدر نحن نتحكم في الحركة نفسها. دي بعض الفيديوهات اللي متعملت من خلاله. يعني ممكن تديله صورة وتستمتع بعد كده انها خلاص الصورة دي بتتحرك. ودي حاجة جميلة لو انت عندك رواية طويلة ممكن ان انت كل شوية تاخد سطر او فقرة بتعملها صورة وبعد كده تجي تعملها فيديو بالشكل الجميل دوت. طبعا بعد كده ممكن انت تحط بقى على تويتر تيليجرام تيك توك الحاجات دي كلها. طيب خلينا نجي هنا. كل علينا احنا هندي له صورة. او فيديو وهو يحوله لنا بقى اللي احنا عايزينه. طيب خلينا نبدأ نجرب كده ندي له صورة. نعندي هنا صورة الكونن اتمنى تنفع. طبعا هو بحاول يفهم صورة بحاول يفهم الحركة بتاعتها ممكن تتم ازاي. يعني لو في مية هيبدأ يحرك المية. لو في طائر هيخلي الجناح بتاعه يرفرف وهكذا. انا بدأ اعمل حركة. بس ده حركة بسيطة. يعني في باقعة كثيرة ممكن تعملها. انت بعد وقت تحدد الشكل الحركة تبع عاملة ازاي. الوتيشن. في لوب هتخلي الحركة تكرر عطول. يعني بعد ما اعمل حركة يروح بحيس انها تظهر معك بشكل افضل يعني. تمام ممكن نتحكم بقى في ال اكس وفي ال واي. في الزد. بلاحظ ان اي حاجة بعملها هي بتتغير على طول. في نفس الثانية. الفوكس بوينت ممكن بيتتغير الفوكس بوينت بتاعتك. بيقول لي اختار النقطة اللي هي تبقى في الفوكس بوينت. هنا بقى نقول له بقى 3 د ايميج. احنا عايزين بقى نخلي في سريد ايميج. فنقدر احنا نحط بعض الخصائص. هنا بيقارن بينهم الاثنين. الفوكس بوينت ال ايتش. الديبس ماب. الفوكس بوينت ال ايتش. نرجع هنا. احنا بوزنوها. الديبس ماب احنا بوزنوها. صراحة يعني. الفوكس بوزنوها. فاعمل هنا الستور للديبس ماب. تمام وتبدأ بتشوف ايه الديبس ماب اللي انت عايز تطور فيه. ممكن نعمل ديبس ماب مثلا الجزء ده كده. نشوف. خلى كان الجزء ده رجع لوارا شوية. ففي الاخر بقى لو انت خلصت الحاجة وهو ده اللي انت عايزه هتقول له انا عايزة صدرك امي بي فور او جاي اف او جاي اف او بي نجي ديبس ماب. بس بي نجي بش تبقى متحركها. فهو امي بي فور ده كده فيديو والجاي اف ده كده صورة فيها حركة. فلو ادلو مثلا جاي اف فخلاص هتبدأ تعمل نيتست وتختار الاسم والمكان اللي انت عايزه. بيقولك لو انت هتشتري. يبقى ان فيش بوتر مارك وبتقدر تعمل صور بشكل اكتر.